بالتوازي مع استمرار محادثات اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابية بشأن إنهاء مهام الأخير بالبلاد يبحث العراق أيضاً إنهاء عمل البعثة الأممية يونامي رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس فريق المراجعة الاستراتيجية لعمل البعثة الأممية في العراق فولكر بيرتس إنهاء مهام البعثة بالبلاد وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في بيان أن الأخير أكد لبيرتس خلال لقاء عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا أن التقدم الحاصل في بسط الأمن والاستقرار الداخلي بالعراق يجعل بالإمكان إنهاء الدور السياسي لبعثة الأمم المتحدة بالعراق يونامي وأضف البيان أن السوداني أوضح خلال اللقاء أن النشاطات والبرامج المشتركة للأمم المتحدة في العراق يمكن أن تستمر عبر نقلها من البعثة الأممية إلى المنظمات المختصة ومن جانبه أكد رئيس فريق المراجعة الاستراتيجية لعمل البعثة الأممية بالعراق فولكر بيرتس أنه سيقدم تقريره الشامل عن عمل البعثة الشهر المقبل معربا عن تفاؤله بالتقدم الأمني الحاصل بالعراق حيث ستمكن التطورات الإيجابية الحاصلة المنظمة الدولية من إنهاء عمل البعثة تدريجيا على حد وصفه شكرا